اهلا بكم احبائي في حلقة جديدة من برنامجنا المسيح في انجيل يوحنة وبنشوف مع بعض في هذا الانجيل الرائع تأملات عن من هو المسيح وارسليته وعظمته ومجده وجلاله هو الله الذي ظهر في الجسد وصلنا لأصحاح 6 في تأملاتنا ناخد بعض القراءات البسيطة ودروس كده سريعة لمنفعتنا الروحية في أصحاح 6 بنشوف حادثة مهمة حادثة إشباع الآلاف بخمس خبزات وسمكتين معجزة الرب عملها قدام أعين الآلاف وهنشوف معناها ومغزاها الروحي حبائي وصلنا هنا في أصحاح 6 من انجيل بشير يوحنة لمعجزة زي ما قلت إشباع الآلاف وفيها شوية تفاصيل أرجو أن حضرتكم تقروها عشان تتابعوا معي بعد كده بعد الأفكار في معجزة شهيرة مهمة جدا حدث بعدها حديث مطول للرب مع تلميزه وجميع الناس اللي حواليه عن قدرته وعن لهوته وإرساليته لكن ملفت أن الرب سأل في لوبوس هنا سؤال مهم من أين نبتع خبزا ليأكل هؤلاء ربما لأنه من المنطقة في لوبوس وبيعرف السوق كويس لكن بيقول الكتاب أنه قال هذا ليمتحنه وأكيد الرب اختبره عشان يقوه إيمانه مش عشان يفشله وإن كان بيطلب حل بشري فهو في نفس الوقت يلفت نظر في لوبوس إلى أنه مفيش حل بشري وأن الحاجة هي إلى تدخل إلهي معجزة واضحة لا محالة يعني وهنا كمان عايز أقول حاجة مهمة أنه فيه أوقات كتير أول ما بنواجه مشكلة أو تحدي معين بنبتدي في النظر إلى الموارد البشرية ونبتدي نسأل أنفسنا ونحسب ونقول ده أوليه ده كتير لا هينفع مش هينفع ده هيكفي مش هيكفي أنا مش قادر الظروف صعبة مستحيلة إلى آخره وبننسى أنه أنه إحنا في إيد الإله القدير وأنه إله المستحيلات وأنه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله حاللويا أنه لا يعسر عليه أمر خلينا أسألك هل أنت في حاجة في حاجة للرب في حاجة معينة الرب دعيك ليها أو أمر كلفت به يبدو الأمر يمكن عليك صعب شوية يمكن مستحيل من فضلك من فضلك ما تخليش تأديرك للموارد البشرية المحدودة أو للواقع اللي حواليك أنه يقول لك ده مستحيل ووقفك عن المباشرة في طلب الرب وطاعته إذا الرب دعاك لمهمة أو تكليف معين وإنت متأكد 100% من الدعوة الإلهية فتأكد أن الرب قادر أن يصنع المعجزات معاك بالقليل وبالكثير وإن اللي حطه في إيدك هيشبع الكثيرين به فقط ثق فيه في موعيده في الإرسالية اللي رب كلفك بيها هيمدك رب بالموارد في حينه وبطريقته بطريقة معجزية دايما بطريقة معجزية في حاجة تاني مهمة أحب أعيز أن نوع عنها طاعة الولد الغلام الصغير ده اللي أخذ معه خمس خبزات وسمكتين أولا شيء غريب أنه أهل الولد ده وكل الناس الكبار طلعوا للبرية في رحلة عشان يشوف المسيح وهم عارفين أنهم هيقضوا اليوم كله برة ومحدش فيهم فكر أنه يعمل حساب ويأخذ معاه أكل ويجهز لقمة للرحلة اللي طلعينها محدش غير الولد ده فكر أنه يأخذ معاه أكل وشيء جميل أنه الولد ده لما طلب منه أنه يقدم اللونش بوكس بتاعه الخمس خبزات وسمكتين ما قالتش لأ ده بتاعي وده أكلي وده حقي وما عنيتش لكن بكل سرور أعطى الولد ده اللي في إيده وحطه بين إيدين السيد هاللويا وكأنه حاسس أنه الرب ليه المجد هيعمل حاجة بيهم الخمس خبزات وسمكتين دولة هيعمل بيهم حاجة هتشبع الألاف واو حباقي آخر حاجة عايزة أقولها أنه شيء في منتهى الروعة أنه الرب بيحب يعمل من خلال الناس ومش في معزل عن الناس كان ممكن جدا أنه الرب يعني يخلق خبز كده وسمك فريش من لا شيء مش محتاج لللونش بوكس بتاع الولد ده الرب بيحب يشركنا معاه في العمل بيحب أن احنا نحط الإمكانيات اللي هو حطها في أدينا عشان يكون بالحقيقة شركاء معاه الرب دايما كلمة الشراكة دي موجودة في كل الكتاب المقدس بيحب يشتغل معانا ويتعامل معانا ك كو ويركرز كشركاء بيحب يشركنا معاه في عمله يقدر يعمله من غيرنا لكن بيحب يشركنا معاه بيقول الرب لذاتي مع بني آدم في أمثال تمانية بيحب الرب يشركنا في عمله مش بس في مجده بيقول بوليس الرسول أننا نحن عاملون مع الله في شراكة معاه يا لعظمة الامتياز يا حباء والمجده الرفعة اللي رفعنا لها الرب أخيرا استخدم الرب ما قدمه هذا الولد الصغير في صنع واحدة من أعظم المعجزات اللي عملها الرب واللي ذكرت على فكرة في الأربع أناجيل واحدة من الآيات القلائل اللي تذكرت في الأربع أناجيل وهنا بنشوف أن العمر ما كانش حاجز ولا عائق في خدمة المسيح الولد صغير ستة كبيرة راجل عجوز شاب ما تفرقش عند الرب فأرجوك ما تشعرش أنك أكبر أو أصغر مما يجب أن تكون عليه لخدمة المسيح الرب عايزك زي ما أنت كده وعارف إمكانياتك المحدودة وعارف ضعفك وعايز يستخدمك ويشتغل بك ويشتغل معاك وتكون بالحقيقة شريك معاه في الخدمة حط يدك في إيده وثق فيه لإلهنا كل المجد آمين